تسبيح الجوة الكنيسة اتكلم مع الله الغير منظور بالحواس الروحية طب انا ازاي اتنقل من مرحلة الحواس المادية اللي هي العالم كله ماشي بيها انا مش اقدر اتواصل معك من غير ما اسمعك بحسة الاذن واشوفك بالعين واتلمسك باليد وإلى اخرب إلى جميع الحواس ازاي انقل الناس ازاي انقل الناس بحسة الروحية ده الاختراع انه البخور كان وصيلة اضاح بتوري للناس انه صلاتك بتطلع عمر حدك شفت الدخان بخور نازل إلى الارض ولا صعد للسماء البخور هو وسيلة اضاح تانية انه حباية البخور ربما ما يكونش ريحتها بينة بتبقى بينة بشكل بسيط وهي جوة الوعاء اللي فيه الحبات لكن اول ما بتتحط على الفحم النار بتطلع رائحة ذكية اشارة لزبيحة المسيح الفحم وهو بيولع قبل ما يتحط عليه البخور هو رائحته مش محبوبة إلى هذا القدر اول ما يتحط عليه البخور بيتحول الاكشن ده لعمل وبعندنا لحن مشهور في الكنيسة اسمه هذا الذي اصعد ذاته زبيحة مقبولة فاشتمه ابوه الصالح وقت المساء على الجلجوسة فتح باب الفردوس إلى آخره الايقونات هي تشخيص للاشخاص اللي سبقونا وسلمونا المسيح فكرة حضور المسيح في الكنيسة ككل فيه كلمة مشهورة في الفكر الهوتي اسمها أناميسس اللي هي ذكري صنعوا هذا لذكري واقع الكلمة في اللغة اليونانية هو مضارع مستمر يسوع المسيح ودي لما أبونا بيمر في الكنيسة بيقول هذه العبارة يسوع المسيح بيمر بالشورية أو اللي هي المبخرة يسوع المسيح هو هو أمس واليوم وإلى الأبد مش إحنا ده ربنا هو العامل في الكنيسة وهو اللي بيستحضر هو اللي بيحضر بذاته وبنستحضر كل مناسبات الكنيسة حتى أنه في الأداس بنعيش كل مراحل المسيح الميلاد والصلب والقيامة وشكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة